اشتركوا في القناة 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 لبلد لبلد ويضيع كل ما يملك أو يعني يضحي بكل ما يملك من أجل أنه هو يشوف الحقيقة الحقيقة دي في أصلها يسمها السعادة والسعادة في العبادة والعبادة مع رب العباد سبحانه وتعالى في الإسلام لقاها في معنى الاستسلام لما شاف سدن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا على وجهه وقلبه النور وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بدأ يعلمه الاستسلام أنه هو إيه الإسلام ده وهو إيه استعادة في هذه الحقيقة كان بيبحث عن الحقيقة سيدنا سلمان ولاقاها في الإسلام فين اللي هو لقاه سيدنا سلمان لقى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلي مليين بنور رب العباد سبحانه وتعالى ولقى الصحابة اللي مكتوب جواه جواء لهم القرآن زم يو كان بيقول أحد المستشرقين إن محمد لم يكتب القرآن بمداد من حبر على صفحات من الورق لكنه كتب القرآن بمداد من نور على صفحات قلوب أصحابه رضوان الله عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالنور ده كان بيخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قلب أي واحد بيقابله على طول وبيشوفه فهنا لأ سيدنا سلمان السعادة وهنا سيدنا سلمان حسنه فعلا وصل للحقيقة وقدر بعد كده أنه يبني لنفسه شخصية عالية جدا وبعدين أنا بشوف أنه كتير حقيقة يعني مش أنا بشوف يعني أقصد يعني إحنا كلنا بنشوف في القصص وفي سيار الصحابة والتابعين أنه الصحابي اللي ليه مواقف ومو كلهم كده رضوان الله عليهم يعني اللي ليهم مواقف قوية وليهم علامات سابوها وبصمات سابوها في الطريق وكلنا تابعناها وبنتعلم منها وبنعمل برامج وكتب وندوات منذ عهد الصحابة إلى أن تقوم الساعة ونتكلم دايما عن الصحابة الكرام وربنا يخلت ذكرهم في القرآن ويتكلم عنهم أكتر من مرة يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا ويقول أنه هو جاب مثالهم قبل حتى ما يتولده تخيل لما ربنا يكتب كثير ناس في كتاب من عنده قبل ما يتولده ذلك مثالهم في التوراة كتبنا عنهم في التوراة ومثالهم في الإنجير كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظه فاستوع على سوقه يوجب الزرع إلى آخر الآيات أن ناس ربنا يكتب ذكرهم دول أكيد عاشوا حياة مش طبيعية بس عاشوا حياة مش طبيعية عشان هم مش طبيعين لا هم بشر رضون الله عليهم لكن كل واحد كان عنده شخصية كده ونفسية وسيدنا سلمان الفارسي عنده الشخصية الغريبة أنه بيتدور على السعادة يعني هو خلاص حاطت في ماغه ومخيلته أنه عايز يدور على السعادة على راحة قلبه اللي لقاه في قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل هنعيش مع سيدنا سلمان الفارسي ومع مجدي وعرفة سيدنا سلمان الفارسي يوم الخندق كانت من الأيام العصيبة هو لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد أو غزوة بدر لأنه كان لسه يعني تحت ضغط الرقة كان لسه من الرقيق أياميها لكنه شهد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق وغزوة الخندق كانت غزوة يعني من الغزوات الصعبة قوي المشركين وكل الأحزاب كل من هو يعلم أن الإسلام خطر عليه طلع مع أبو سوفيان في الخندق عشان يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا سلمان سافر كتير ولف أماكن كتير وهو من بلاد فارس البلاد اللي فيها يعني للتطور والتقدم والرقية عن بلاد العرب لسه فطلع سيدنا سلمان وبيبص على المدينة وجوانب المدينة فلقاها كلها محصنة من كل الأماكن بالجبال والصخور إلا فجوة كده مكان كده بعيد يقدر يدخل منه الجيش فأشار على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وكانت يعني من الأفكار النيرة ومن الحاجات اللي علت قدر ومقام سيدنا سلمان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات يعني لها ممكن تكون ضعيفة شوية بس بتقول عن إن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه قال سلمان منا على البيت سيدنا سلمان الفارسي له مواقف كتير جدا في جعبتكم معاكم يعني ممكن يكون منها إيه في المواقف بتاع أول سيدنا سلمان كان ملازم أبي الدرداء في البيت عنده فكان أبي الدرداء كان دايما بيصوم كل يوم وكل يوم يقيم الليل فسيدنا سلمان قال له قال له أنت كاي بتجهد نفسك أو بتتعد نفسك يعني كاي ببالغ قوي قال له أنت هتمنعني عن السم وقيام الليل قال له مش بمنعك بس إن العينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا سم يعني مش فكرة قوي سم وإفطر هو دخل يزوره في مرة ويعني كان مقيم عنده فترة من الفترات فلأ السيدة أم الدرداء يعني لبساها كده رث يعني هدومها مش كويسة قوي وشكلها كده هزيل فقال لها يعني مالك يا أم الدرداء مفروض كده تتزيني لزوجك يعني فقالت له إن أخاك يعني مش عايز حاجة من الدنيا ليست له حاجة في الدنيا فهو أصلا يعني مش مهتم مش مركز معانا في الدنيا خالص فدخل سيدنا سلمان الفارسي ومع وجود معاه سيدنا أبو الدرداء فسيدنا أبو الدرداء قال لكول إني صائم قال له لا أكل حتى تأكل افطر فخلاه يفطر وبعدين دخل عشان يناموا فسيدنا أبو الدرداء قال له أنا هروح أقيم الليل قال له نم فنام سيدنا أبو الدرداء وهو عايز ينصحه نصيحة الأخ اللي أنت تتعمل في نفسك كده ليه نموا شوية أم سيدنا سلمان ما أبو من النوم قال له أم عشان هنصال لي سوا فقام سيدنا أبو الدرداء عشان يصالوا سوا وبعد كده قال له يا أبو الدرداء إن لنفسك عليك حق ولربك عليك حق ولبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه فسيدنا أبو الدرداء راح يقول للنبي شفت يا رسول الله سيدنا سلمان عمل ايه معايا فقال له صدق سلمان أنه سيدنا سلمان كان عنده الزكاء ده والفتنة دي وكان عنده أنا بسميها زكاء العبادة أو السعادة في العبادة أنك تبقى مبسوط وانت بتعبد يعني تبقى مرتاح وجميل تقييم الليل كل يوم قيام الليل ده هو مدرسة الصحابة وهو اللي بيبني الشخصيات وهو عمل من الصحابة رجال أقوياء مدرسة كبيرة قوم الليل كل يوم يعني ممكن نتقوم الليل كل يوم بس لازم تديل بدنك حقه ولازم خير الأعمال أحبه الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل صوم بس لازم تصومه وتفتر عشان تبقى يعني برضو بدنك كويس ونفسيتك مرتاحة مش كل يوم بعرف أن أنا هصوم كل يوم فهتصوم أسبوع وانت راضي ومبسوط وبعد كده هيبقى المضابة بالنسبة لك أنا ليه بعمل في نفسي كده ده غير طبعا الشهر الكريم اللي احنا فيها دي ربنا يتقبل مننا ويعن على الصيام وإن لأهلك عليك حق زوجتك ولادك حيالك الأمانة ده ربنا ادهالك مراتك اللي انت عايش معها وإن لضيفك عليك حق تخيل إنه من المعالم الجميلة في ديننا يعني دين إسلام المنوصية النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو جالك ضيف وانت صايم نافلة مش فرض افتر عشان ما تخليهوش ياكل لوحده إكرامة ضيف إنك تقعد كده وتاكل معاه وترق ايه ده صحيح؟ إكرامة ضيف إنك تقعد كده وتاكل معاه وترق ايه ده صحيح؟ وإحسن بذل مصطفة عنا لا 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 والله ما يصح أولا متفضله ده طمر وعصير وطمر هندي وحاجات كده وانه حد تكون بايتي جدا وانه ربنا مضان نكسان طبيب فإن لضيفك عليك حقا يعني ما تخليش قد عندك وانت ما تكلش كل دي كانت من العلامات البارزة في حياة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه حياة سيدنا سلمان الفارسي قصصه وسرته كبيرة يعني يتعمل فيها حلقات وحلقات لكن خلصة الحكايات عن سيدنا سلمان الفارسي يعني ربنا رب يجمعنا به وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاء سيدنا سلمان قعد يبكي فقالوا ما يبكيك قال عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب قال فلما مات نظروا في بيته فلم يجدوا في بيته إلا متاعا قليل جدا وتقريبا يعني عشرين درهم ولا حاجة يعني هو كان بيبكي وخاف أن يكون اللي عنده دي صاروة يعني هائلة طائلة جمعها كان فيه جفنة ومطهرة الجفنة اللي هي بتحط فيها بس خبز وكده بالضبط كانت فاضية أصلا ومطهرة كان مكان بس بيتوضى فيه خلاص كده وأشرين درهم بكل الموضوع وتوفى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله بهم عند حوض نبيه صلى الله عليه وسلم يعني مبسوط أن احنا كنا سوا ويا رب دايما نبقى صحبة كده في الخير ما بين صحابة سيدنا النبي وعلى أعتاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نشوفكوا تاني قريب لسا مكملين نستنونا بعد الفاصل أشرق الكون بالهدى واطمأنة لفضيلة مولانا الشيخ سيد مقشبهندي من القصائد المؤثرة والجميلة ولنا يعني حفظ طامن وانا صغير إن شاء الله نقولها سوا دلوقتي أشرق الكون بالهدى وطمأنة وتهادت أنوارهم تتاسن كل من في السماء كل من في السماء والأرض غن المصدد gentle مرحبا مرحبا بمرKay أشرق الكون بالهدى وطمأن وتهادت أنوار تتثن كل من في السماء والأرض ذن فاهتفي يا قلوب لا حر وحرم يا نبي يا نبي تسمو به الأخلاق وحبيبا حبيبا تهفو له الأشواق يا نبي يا نبي تسمو به الأخلاق وحبيبا تهفو له الأشواق وحبيبا تهفو له الأشواق